تفضلت صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المفدى رئيسة المجلس الأعلى للمرأة حفظها الله فشملت برعايتها الكريمة صباح اليوم افتتاح أعمال الملتقى والمعرض العالمي الثاني لسيدات الأعمال تحت عنوان المهندسة في عالم الأعمال والذي تنظمه جمعية سيدات الأعمال البحرينية على مدار ثلاثة أيام وفي تصريح بهذه المناسبة أشادت صاحبة السمو الملكي قرينة العاهل المفدى بتوجهات جمعية سيدات الأعمال البحرينية في إقامة هذا الملتقى والمعرض المتخصص في نسخته الثانية والذي حظي بحضور دولي لافت وشيرة سموها حفظها الله إلى أهمية تركيز الملتقى على موضوع يوم المرأة البحرينية الذي خصص هذا العامل الاحتفاء بالمرأة في المجال الهندسي وعلى وجه التحديد المهندسات صاحبات الأعمال وذلك لإبراز إسهامات المهندسات البحرينيات في دعم الاقتصاد الوطني واستلهام مسيرة بدأت قبل أربعين عاماً نشهد اليوم قصص نجاحها من خلال ما تقدمه المهندسات من عطاء غزير ليحرص المجلس الأعلى للمرأة بالتعاون مع العديد من الشركاء لإبرازه خلال عام كامل من خلال المؤتمرات العلمية المتخصصة والعديد من النشاطات النوعية ونوهت قرينة العاهل المفدى بأهمية هذا الملتقى في إبراز تجربة مملكة البحرين في مجال التمكين الاقتصادي للمرأة مشيرة سموها إلى أن النموذج البحريني في تمكين المرأة يتخذ موقعاً ومكانة دولية رائدة سواء من خلال تبني الأمم المتحدة لجائزة سموها في مجال تمكين المرأة على المستوى الدولي أو على صعيد ما تحققه مملكة البحرين من تقدم في مؤشرات حضور المرأة في مختلف المجالات عكستها نتائج التقارير الدولية والتي جاءت لتؤكد المكانة التي وصلت إليها البحرين كبيئة جاربة وحاضنة للأعمال بما في ذلك الأنشطة الاقتصادية والتجارية والاستثمارية للمرأة وعقب انتهاء الجلسة الافتتاحية للمنتدى تفضلت صاحبة السمو الملكي قرينة العاهل المفدى بافتتاح المعرض المصاحب للمنتدى العالمي لسيدات الأعمال حيث اطلعت سموها في هذا المعرض عن كثب على مشاركات سيدات الأعمال من داخل البحرين وخارجها المرأة المصاحب المهندسة في عالم الأعمال شعار المنتدى والمعرض العالمي لسيدات الأعمال في نسختي الثانية شعار تم اختياره انسجاما مع تخصيص المجلس الأعلى للمرأة مناسبة الاحتفال بيوم المرأة البحرينية في المجال الهندسي حتى تكتمل بذلك الصورة المشرقة للمرأة البحرينية التي هي جزء من التلمية الشاملة التي تشهدها المملكة حبينا ندمج المهندسة وصاحبة العمل وحبينا نشجع حتى المهندسة أن تحول التخصص مالها إلى تكون صاحبة عمل وتخلق فرص عمل في مجتمعها فهذا طبعا جاء طبعا بعد نجاح النسخة الأولية تحققت أدة شراكات تحققت اتفاقيات ولأن اليوم دور المرأة لم يعد محصولا في زاوية واحدة وأصبحت أحد أهم أقطاب التلمية الاقتصادية في الوطن العربي جاء هذا المنتدى ليسلط الضوء على دورها في دعم الرؤية الاقتصادية في مجال المشاريع الصغيرة والمتوسطة الأوراق التي تمت مناقشتها في هذه الجلسات ركزت على المحطات المضيئة للمرأة العربية في القطاع الاقتصادي إضافة إلى أبرز الإنجازات التي حققتها المرأة في القطاع الهندسي خمس جلسات تناقش عدة محاور مهمة من أبرزها إضاءات المرأة المهندسة والمرأة في عالم الأعمال والهندسة إلى ريادة الأعمال وهو شعار هذا المؤتمر هذا الملتقى الهدف منه هو أنه يكون دعم للمرأة البحرينية بصفة خاصة ولكن أيضا للمرأة العربية بصفة عامة هناك تجربة رائدة للمرأة البحرينية في الريادة ومساهمتها في القرارات وفي اندماجها في المنظومة العملية البحرينية ولكن أيضا كنموذج بحريني متمكن ورائد في هذا المجال نتأمل إن شاء الله من هذا الملتقى أن يخرج بنتائج عملية يخدم المرأة على مستوى منطقة الخليج وعلى مستوى الوطن العربي وأيضا على مستوى العالم وأنا حقيقة سعدت اليوم بأن هذا المؤتمر تحت شعار المرأة المهندسة فهذا يمكن إضافة جديدة أن مؤتمراتنا إن شاء الله تكون فيها نوع من التخصص لسيدات الأعمال المهندسة البحرينية طلع نجاحاتها في التصاميم اللي نشوفها في المباني الضخمة في مملكة البحرين على مختلف تواجدها بعض قصص النجاح للمرأة العربية في المقطاع الاقتصادي والهندسي تم استعراضها في معرض مصاحب للمنددة حيث تم عرض المشاريع الصغيرة والمتوسطة وأبرز المبادرة الاقتصادية سهر عصفور لمركز الأخبار تلفزيون البحرين ترجمة نانسي قنقر